النهاردة خلاص دخلوا البيت تقفل عليهم بيت واحد بقوا في عيشة هانية ان شاء الله يعني فنبدأ بالحقوق ولتكن حق الزوجة حق الزوجة ايه على زوجها خصوصا في ظل الظروف اللي احنا بنعيشها هذه الايام وتبدل شوية القيم تبدل الاخل القياد في بعض الاحيان يعني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا اول حق من حقوق الزوجة هو ان يتصور ثم يستقر المفهوم ثم ينطلق العمل من ذلك المفهوم عند الزوج ذهنا وعملا انها كفء له كثير من الرجال يظن ان المرأة درجة تانية بس الله سبحانه وتعالى جعلها درجة اولى زي ما بيتقال كده نقصات عقل ودين اذا فبدأنا نفهم النصوص زي فويل للمصلين ما هو ابو نواس قال كده بيقولوله ابو نواس وكان معاقرا للخمر واللي معاقر للخمر يفرد في صلاته فالولو انت يعني بتشرب خمرة اللي هو ربنا حرمها وبتسيب الصلاة اللي هو ربنا فرضها فرح عملهم بتشعر هو كان متمكن من اللغة العربية حتى قال الامام الشافعي لو لا مجونه لرويت عنه لكن ما رواش عنه الحمد لله لانه بهذا المجون وهذا الانفلات فكان يقول لهم ما قال ربك ويل للأولى سكروا ولكن قال ويل للبو صلينا فأنا مش هصلي علشان كده فده بالضبط أول منقول الكلام ده فيترد عليه ناقصات عقل ودين فده نوع من أنواع بتر النصوص نوع من أنواع الفهم الخاطئ للدين كله مش للنص ده فقط إنما طريقة التعامل مع النصوص المقدسة وأننا يجب أن نأخذها من سياقها وسباقها وليحاقها بيؤدي إلى داعش وواغش والإرهابية بيؤدي إلى هذا ما هو ده الأساس اللي أعادي نقول فيه منذ الحمد لله سنوات كثيرة من العمر ونحن نبين للناس كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى كيف يفهمون الكتابة وكيف يفهمون سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لا شعار العلاقة الزوجية موجود في القرآن وموجود ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ده شعار كده وللرجال عليهن درجة هذا الشعار ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة هو ده الأساس أما النظر إلى بعض الخصائص الجسدية للمرأة وبعض الخصائص الجسدية للرجل والمقارنة بينهما واعتبار أن الرجل متفوخ من أجل هذا القوة الجسدية أو العضلية ده مرفوض وجاء الإسلام من أجل أن يخرج هذا المفهوم الذي حاول الإنسان أن يضعه عندما غابت عنه الشريعة وغاب عنه كلام الله لما يغيب كلام الله وده طبعا بنرد به على الملاحدة اللي بينكره وجود الله ده هو نرقم والله الدنيا من غير ربنا هتبقى كان بعض من الشيخنا يعبره تعبير كده فيه تجاوز لكن خزوء من غري مصيبة شهد من غير ربنا فهؤلاء الذين فكروا خارج الكلمة الإلهية هل مش أقدر أضرابها أنا وخليها تحت أمري تقدر تلوئ ديها تشدها من شعرها آه ممكن آه بس مش هي دي الإنسانية اللي خلقها الله ولا هي دي الفطرة التي أمر الله أن نستجيب لها وأن نتفاعل معها أول حق هو لهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة لأنه لما هنيجي عند الزوج هنشوف إيه الحدوتة بتاعت الزوج وحقوق الزوج اللي ربنا الدهاله كتكلفة أو ميزة يمكن فدي بنقول عليها إيه بنقول عليها أنه المساواة لا التساوي المساواة لا التساوي التساوي معناها تساوي كمي ده زي ده في الصفات وزن الراجل كم وزن الست كم طول الراجل كم طول الست كم لا يا سيد لا الست عايزة كده ولا الراجل عايز كده ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيبه مما اكتسبه وللنساء نصيبه مما اكتسبه واسألوا الله من فضل قول يا رب وفقني فيما أقمتني فيه الزوجة دي أقامها الله فيه في الأنوثة وهي عايزة كده وفرحانة كده أيها ولو قلت لها أنت مسترجلة تزعل واخد بالك ولذلك قال رسول الله لعن الله المتشبيين من الرجال بالنساء والمتشبيات من النساء بالرجال ليه لعنهم لأنهم ضد خلقة الله التي هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه ربنا خلق الرجل المرأة للتكامل حتى تتم الإنسانية كلمة إنسان في اللغة فيها الرجل والمرأة على حد سواء الأنثى والذكر على حد سواء الرجل والمرأة هذا إنسان وهذه إنسان مفيش إنسانة علشان ما يحصلش في الإنسانية حتى تأنيس وتذكير فأول حق للمرأة هو أن يفهم هذا الزوج اللي ربنا عطيه شوية عضلات وشوية مش عارف جسم معين بالشكل الفلاني يفهم أنها على حد المساواة حتى ولو لم تكن على حد التساوي التساوي معناته ما دي بتخلف وتحمل ويجيب إعيال وترضع وده ما بيعملش كده أيها ما فيش تساوي إنما المساواة معناها الحقوق والواجبات دي بني آدم على فكرة دي إنسان دي بنت من بنات حوة كما أنك إنت ابن من أبناء آدم فيجب علينا أن نبدأ من هذا المنطلق ده أول حق من حقوق الزوج كثير جدا يتناسى هذا فتضيع حقوق كثيرة بقى لكن هذا الحق سينشئ أسرة وسيجعل هذه الأسرة متفاهمة الوحدة والخلية الأولى للمجتمع وبناء علي فإن مجموعة الخلايا الصالحة في المجتمع تتكاثر فيصلح المجتمع ويصح يصبح حقوق الزوجة يصبح حقوق الزوجة